سويت أكثر من فيديو توب 10 في القناة عن حوادث هكر في الألعاب والفيديوهات ما شاء الله جابت مشاهدات جدا جدا عالية فأظن تحبوا هالمواضيع الفيديوهات كانت كلها عن ناس يستعملوا هكر في الألعاب وأحيانا في بطولات عالمية وبعدين يجيهم بان بس موضوع فيديو اليوم غير نوعا ما بهالفيديو رح نتكلم عن أكبر خمس حوادث هكر أو اختراق من ناس أو مجموعات هكر لشركات الألعاب في التاريخ والفيديو توب 5 مو توب 10 وشوفوا قديش الفيديو طويل فبهالفيديو في كثير معلومات مشوقة وحماسية فيلا خلنا نبدأ قبل اللي أبدأ بالفيديو بس حاب أعلن عن الفائز بآخر جيفووي وأعلن عن الجيفووي الجديد آخر جيفووي كان على سماعة سانهايزر كان على آخر فيديوهين توب 10 والفائز معنا هو عيماد عبد الله إن شاء الله ألف مبروك رح تواصل معك قريبا على الإيميل عشان أرسل لك السماعة والجيفووي الشهري الجديد على ماذربورد اللي شفتوني عملت له مراجعة بآخر فيديو اللي هو اسوس روج ماكسيموس زي 590 اللي بيدعم معالجات انتل الجديدة واللي سعرها تقريبا 800 دولار فإذا حاب تدخل بفرصة الفوتس فيه كل عليك تسويه ادعم فيديو بزر اللايك اشارك في القناة وترك أي تعليق مع وصيلة التواصل فيه معاك هذا الفيديو برعاية انتل ايفو باج هذا الشي رح يفيد عدد جدا كبير منكم طيب شو هو الانتل ايفو باج بالضبط؟ الانتل ايفو باج هي شهادة توثيق من انتل على اللابتوبات تعرف شعور بستبي تشتري لابتوب جديد وما لك متأكد هل هاللابتوب كويس ولا لا وتروح وتقرأ مراجعات الناس وخايف يطلع لابتوب مضروب الانتل ايفو باج بتحلل لك هالمشكلة كل بساطة شركة انتل حطت معايير معينة لو اللابتوب كان فيها المعايير فبتعطيه شعار الانتل ايفو باج فبس تشوف لابتوب عليه شعار الانتل ايفو باج فينك تكون واثق انه هذا اللابتوب رح يعطيك افضل اداء افضل استجابة افضل بطارية وافضل سرعة وسرعة واي فاي على سبيل المثال هاللابتوب اللي شايفينه قدامكم اسس زينبوك فليب 13 هذا اللابتوب عليه شعار الانتل ايفو باج وعشان تشوفوا سرعة الاداء بمجرد بانك تفتح اللابتوب رح يفتح معاك على طول ويكون جاهز للاستعمال وفيه معالج انتل من الجيل 11 والايفو باج بتطلب اللابتوب يكون فيه ثندر بولت واحدة هاللابتوب فيه اثنين الثندر بولت بتساعدك انك تشحن اللابتوب بتنقل معلومات وتطلع لك صورة 4K وقلت لكم انه الانتل ايفو باج بتضمن لك بطارية كويسة بطارية هاللابتوب تشتغل معاك من 9 الى 10 ساعات عمل فذا ودك تشوف مراجعتي الكاملة لهاللابتوب مدتها 4 دقائق شيك اللينك الموجود بالوصف ورابط الشراء كمان موجود بالوصف ويلا خدا نبدأ بالفيديو بالمرتبة الخامسة عنا اجدد حدثة هكر او اختراق لشركة العاب واللي هي شركة كابكم شركة كابكم اليابانية الغني عن التعريف واضن معظمكم لعبتوا لعبة واحدة من كابكم على الاقل او سمعتوا فيها من اشهر العابهم روزدنت ايفل ستريت فايتر ديفل مكراي وغيرها كتير من العاب للمهم شركة كابكم تعرضت الاختراق جدا قوي لبياناتها بشهر نوفمبر 2020 اي من 6 شهور تقريبا واللي هكر او اخترق الشركة هي مجموعة راغنار لوكر جانج قدروا يسرقوا من الشركة فوق 350 الف شيء مثل معلومات سرية من اسامي ارقام تلفونات وعنوين الموظفين بالشركة واللاعبين اللي مسجلين ايميلاتهم بالشركة وحتى المستثمرين بس موهم المشكلة المشكلة انو المهكرين سرقوا الاكواد الخاصة بكابكم اللي بيستعملوها عشان يسووا العابهم كل شركة العاب بيكون عندها الكود الخاص فيها اللي بتستعمل عشان تسوي العاب فهذا الكود صار بايد المهكرين وعادي بيعوه لأي شركة ثانية من تحت الطاولة وحتى قالوا انو عندهم اسماء العاب مستخبلية لكابكم لسه ما نزلت وعندهم سكريبتات العاب اعلنوا عنها نفس ريزدينت ايفل فيلج الجديدة اللي لسه ما نزلت ومجموعة الهكر اللي هي راقنر لوكر جانج عرضوا على كابكم انهم مستعدين يمسحوا جميع هالبيانات وما ينشروا اي شيء مقابل 11 مليون دولار وبدوهم 11 مليون بالبيتكوين ما بدوهم ياها فلوس حقيقية عشان بعدين الحكومة ما تعرف تتعقبهم وقالوا بكل بساطة لو ما دفعتوا لنا رح ننشر كل هالمعلومات او نبيعها لأشخاص او شركات العاب ثانية من تحت الطاولة فشركة كابكم ما تعاونت معهم لانه قالت ما في اي دليل انهم رح يمسحوا الاشياء مجرد ما نتفعلهم حاولوا يتفاوضوا معهم ما كان في اي دليل موثوق انه رح يمسحوا يعني الهكر فقط قالوا نوعدكم انه رح نمسح كل شيء فكابكم ما لهم مستعدين يدفعوا 11 مليون دولار عشان كلمة نوعدكم انهما مجموعة هكر وحرمية فيعني شيء طبيعي انهم ما يثقوا فيهم فمجموعة الهكر بس شافوا انه كابكم ما عم تدفعوا لهم بدأوا يسربوا اشياء فعليا لعبة كابكم القادمة للعبة الضخمة اللي هي Resident Evil Village مفروض تنزل بعد شهر مجموعة الهكر سربوا سكريبت اللعبة بالكامل عن نت يعني حرفيا تقدر حاليا تروع عن نت وتدور على سكريبت اللعبة ورح تعرف احداث اللعبة كلها مع النهاي واللعبة لسه ما نزلت وطلع تسريب من احد الموظفين بشركة كابكم انه الشركة عم تجبر الموظفين انهم يجوا عالشركة ويشتغلوا لانه حاليا معظم شركات الالعاب عم يشتغلوا كل واحد من بيتها عشان وضع كورونا وشركة كابكم باليابان اكتر من 80% من الشغل باليابان صار من المنزل مشان وضع كورونا فشركة كابكم من كثر ما هي مضغوطة وخايفة انهم يسرق اشياء اكثر اجبرت الموظفين مع كورونا انهم يجوا ويشتغلوا من الشركة ما بدهم يشتغلوا اونلاين خايفين اي معلومات زيادة تنسرق والى الان ما وصلوا الى تفاهم مع مجموعة الهاكر مجموعة الهاكر عم تهدد انه رح تنشر وتسرب اشياء اكتر واكتر بالمرتبة الرابعة عنا هكر او اختراق اتعرضت لها شركة نوتي دوغ السنة الماضية واثر بشكل جدا كبير على مبيعات لعبتهم The Last of Us 2 القصة بكل اختصار كان في لعبة اسمة The Last of Us نزلت عام 2013 على جهاز البلاي سيشن 3 وكانت من انجح الالعاب في التاريخ لعبة قصتها جدا جدا قوية وتقييمات اللعبة كلها عشرة من عشرة وانا بنفسي لعبت اللعبة وعشقتها فمن وقتها من عام 2013 واللعبين عبي طالبوا الشركة انها تسوي جزء ثاني وبعام 2016 الشركة اعلنوا انه في جزء ثاني وقاعدين يشتغلوا عليه والمفروض ينزل بعام 2020 والناس وقتها تحمسوا بشكل جدا كبير بس ايجا عام 2020 اي بعد 4 سنين وايجا موعد النزول راحت الشركة واجلت اللعبة مرة ثانية وقتها احد مجموعات الهكر السرية اللي ما بنعرف مين هم عصبوا من هالشي شكلهم عصبوا من التأجيلات فراحكروا شركة Naughty Dog وسربوا اللعبة بالكامل سربوا احداث وقصة اللعبة بالكامل والنصيبة كانت انه الناس قرأوا القصة وشافوها جدا جدا سيئة وما توقعوا انه هاي هي الجزء الثاني للعبة دلاسوفاس اللعبة اللي عشقوها من 7 سنوات وقتها الشركة غيروا رأيهم وقالوا خلاص ما في تأجيل واللعبة رح تنزل خلال شهر بس وقتها خلاص الضرر كان صاير طير ناس راحوا وقرأوا احداث اللعبة ومع التسريب كان في صور واشياء تأكد انه هذا التسريب حقيقي والناس اتفاجأوا من قصة اللعبة السيئة قصة اللعبة كان فيها دعم لاجندات وسياسة معينة نفس دعم الشذوذ الجنسي وغيرها من الاشياء اللي عصبت اللعبين بشكل جدا كبير ومطور اللعبة وقتها سوى شي جدا جدا غبي مطور اللعبة طلع واكد التسريبات انها صحيحة يعني كان فينه يضل ساكت او كان فينه يطلع وينفي بس لا طلع وقال انه مهما سمعتوا التسريبات ومهما عرفتوا احداث صدقوني لازم تلعبوا اللعبة عشان تعيشوا التجربة يعني يا ذكي لو ظلت ساكت كان افضل لانه فيه عدد كبير من الناس ما كانوا مصدقين التسريبات فلما طلع واكد انه التسريبات صحيحة خلاص الناس كرهوا اللعبة بس قرأوا الاسكريبت ما كرهوها فقط لانه فيها دعم للشذوذ فيه شي تاني صار بالقصة ما بياذكره بالفيديو عشان ما احرق اللعبة عليكم ووصلت لدرجة انه اي اعلان للعبة عم ينزل على اليوتيوب الشركة مسكرين اللايك والديسلايك ما بينك تشوفهم لانه الكلعب يعطي الفيديو ديسلايك والكلعب يكتب بالتعليقات شكرا للهكر اللي هكر وسرب هالمعلومات رح يوفر عليه 60 دولار يعني فيه كتير ناس خلاص ما رح يشتروا اللعبة او ناس عملوا بري اوردر ودفعوا وبعدين سحبوا فلوسهم ومطور اللعبة نفسه صار يجي كتير هجوم على تويتر لدرجة انه صار يعطي بلوك لاي واحد ينتقده كتير ناس صاروا يحطوا صور انه مطور اللعبة عطاهم بلوك وتقييمات اللعبة النهائية من اللعبين كانت سيئة فلعبة دلاسوفاس الجزء الاول كان جدا رهيب الناس عشقوه وشي جدا يزعع لتشوف الجزء الثاني لهاللعبة الاسطورية يطلع بهالمستوى الرديل فيعني هذا الهكر خرب بيتهم وسبب لهم خسارة كبيرة للشركة في المرتبة الثالثة بعام 2014 في مجموعة هكر اخترقوا منصة يو بلاي الخاصة بشركة يو بي سوف اذا تلعب اي لعبة من يو بي سوف نفس اساسين كريد واتش دوكز فار كراي وغيرها من الالعاب لازم يكون عندك حساب بمنصة يو بلاي الخاصة بيو بي سوف فبعام 2014 في مجموعة هكر قدروا يسرقوا ويخترقوا حسابات كثيرة للعبين بيو بلاي وصلوا الى مليون حساب تقريبا قدروا يوصلوا للإيميلات الباسوردات وحتى معلومات البنك لبعض اللعبين فشركة يو بي سوف بنفس وقت الهاك تقريبا كانوا منزلين لعبة اسمها واتش دوكز واللعبة عبارة عن هاك انه انت شخص فينك تحكر اي منطقة بالعالم اللعبة كلها عن الهاك فالشركة بكبرها تحكرت وقت نزلت لعبة عن الهاك فالمهم شركة يو بي سوف كتبت مقال ونشرتها في كل مكان عم تقول للناس انه حساباتكم ممكن انسرقت فغيروا الباسورد امسحوا معلومات البنك وعدلوا هالأشياء كلها عشان تكونوا بأمان وبنفس المقال شركة يو بي سوف كتبوا على سيرة الهاك شفتوا لعبتنا الجديدة واتش دوكز يلي هي اصلا عن الهاك على قولة اخواننا المصريين اوقح من كده مفيش يعني عم تقولوا للعبين انه إيميلاتكم باسورداتكم وحتى حساباتكم البنكية ممكن تتهكر وتنسرق وهذا الشي من ورانا الغلط على يو بي سوف وبنفس الوقت عم تروحوا تأعلنوا عن لعبتكم فيعني يستحوا على دمكم شوي بعض الناس شافوا انه فكرة حلوة وفكرة ذكية من الشركة بس اغلب الناس شافوا استغلال ووقاحة انه المفروض يعتذروا للناس او يعطوهم شي ببلاش كتعويض بس لا راحوا استغلوا الفرصة وراحوا يأعلنوا عن لعبتهم اللي هي عن الهاك بالمرتبة الثانية عنا اكتر حادثة هاك او اختراق لشركة العاب تزعل واللي هي شركة سي دي بروجيكت ريت الشركة كانت عم تعاني من كثير مشاكل كبيرة مع اطلاق لعبتهم سايبربانك فاجت مشكلة الهاك وزودت المشاكل فوق راس شركة سي دي بروجيكت مشهورة بسلاسة العاب The Witcher واخر لعبة لهم كانت The Witcher 3 نزلت عام 2014 وعدد كبير من الناس بيعتبرها من افضل العاب بالتاريخ فبعد نجاح لعبة The Witcher اللعبين كانوا جدا متحمسين للعبتهم القادمة ولعبتهم القادمة هي سايبربانك اللي نزلوا لها اول اعلان على اليوتيوب عام 2013 واللعبة نزلت بعام 2020 فصر لهم تقريبا 8 او 9 سنوات عم يشتغلوا على اللعبة فعام 2019 الشركة اعلنوا ان اللعبة رح تنزل ببداية 2020 بس ما نزلت وتأجلت مرة ومرتين وثلاثة اخر شي اعلنوا انه رح تنزل بشهر 12 في 2020 وكان واضح انه بدهم يأجلوها للمرة الخامسة بس خلاص ما أجلوها ونزلوا اللعبة فاللعبين كانوا متخوفين نوعا ما انه ليش عاب يأجلوا اللعبة وواضح انه في حد عم يضغط عليهم عشان ينزلوها وهم لسه موجهزين وهذا اللي صار حرفيا اللعبة نزلت وكانت كارثة اللعبة كانت خربانة كانت مليانة تخرب عليك اللعب جرافيك سيئ نوعا ما وفي كتير اشياء الشركة وعدوا اللعبين انها رح تكون موجودة باللعبة وما كانت موجودة طبعا معظم هالمشاكل كانت على نسخة الكونسول البلايستيشن والأكس بوكس نسخة البي سي كانت افضل نوعا ما بس اكتر من نصر اللعبين يلعبوا على الكونسول فاللعبين احبطوا بشكل جدا كبير انه بعد 8 سنوات من الانتظار تنزل اللعبة خربانة بهالشكل وطلع بعدين السبب وراء الشي انه الشركة ما كانت جاهزة بس المستثمرين اللي بيدفعوا فلوس بالشركة كانوا عم يضغطوا على الشركة عشان تنزل اللعبة بأسرعواك فعدد كبير من اللعبين عصبوا وحسوا انه تم النصب عليهم وصاروا يطالبوا الشركة باسترداد فلوس فراحت منصة بلايستيشن مسحت اللعبة من البلايستيشن ستور ورجعت فلوس جميع الاشخاص اللي يشتروا اللعبة وبعدين اللعبين على البي سي على الاكسبوك صار فينهم يرجعوا اللعبة ويستردوا فلوس فالشركة قاعدة تخسر فلوس فوق كذا تقييمات اللعبة سيئة الكلاعبة تمسخر على اللعبة على الانترنت والمستثمرين صاروا يرفعوا قضية على الشركة عشان يرجعوا فلوسهم فشايفين كل هالمصائب اللي فوق راس الشركة فوقهم اجت مجموعة هكار وهكرت اللعبة واخترقتها وسرقوا معلومات جدا مهمة من الشركة سرقوا معلومات جدا حساسة ومعلومات عن العابهم القادمة وقالوا للشركة معكم 48 ساعة يا تتناقشوا معنا يا رح ننزل هالاشياء كلها عنه فالشركة ما ردت عليهم وراحت كتبت على تويتر انه تم اختراقنا وراح نتخذ الاجراءات القانونية فراحوا الهاكرز سربوا كل المعلومات على الانترنت وعرضوا بيع اكواد اللعبة اكواد لعبة The Witcher وسايبربنك بسبعة مليون دولار مو الكود اللي تشتري مننا اللعبة لا الكود اللي بيستعاملوا المصممين فالشركة ثانية هيتعتبر مصيبة للشركة فمدير الشركة صراحة شكله امه داعي عليه او شيء بالمرتبة الاولى عنا اكبر حادثة هاكر او اختراق بتاريخ العاب الفيديو وحتى من اكبر حوادث الهاكر بالعالم مو بس بالالعاب واللي هي حادثة اختراق شبكة بلاي ستيشن نتورك عام 2011 والتسبب في تعطيل الشبكة مدة شهر كامل واللي هكروها هي مجموعة انانوموس اكبر واقوى مجموعة هكر بالعالم هالمجموعة هكرت حكومات باكملها وهكروا سوني بدافع الانتقام خلني اشرح لكم القصة من الاول بعام 2011 كان في شخص اسمه جيوهات هذا الشخص معروف انه بيخترق الاجهزة بس مو بيخترق عشان يسرقوا فلوس عشان هالكلام لا بيخترقها وبيسوي برنامج جيل بريك بيخلي الناس ينزلوا ألعاب بشكل مجاني على الموبايلات على الاكس بوكس وأجهزة ثانية فبعام 2011 نزل جيل بريك لجهاز البلاي ستيشن 3 فشركة سوني رفعت دعوة قضائية على هذا الشخص تسببت بمصادرة جميع أمواله اللي طلعها من الجيل بريك وخلتها يوقع على تعهد انه ما يتعرض لأي شيء له علاقة سوني بالمستقبل وفوق كذا اجبرتها عن طريق المحكمة انه يعطيه عنوين الـ IP لأي شخص اشترى الجيل بريك منه عشان يلاحقوهم قانونيا هذا الشخص ما له أي علاقة بمجموعة أنانومس بس بعد الشيء اللي صار معاه وبعد ما كل الناس عرفوا فيه طلعت مجموعة أنانومس وأرسلت تهديد لسوني مختصر التهديد أنه الشيء اللي سويتوه بجيوهات غير مقبول مفروض أنتو تطوروا من حمايتكم مو أي شخص يروح ويخترق جهازكم تروح وترفوه عليه دعوة بالمحكم ونهو الرسالة بي يعني نحن أنانومس ما رح نسامحكم وما رح ننسى هالشيء بعد يومين من هالتهديد جميع الناس بالعالم صاروا يلاحظوا أنه فيه مشاكل بشبكة بلاي ستيشن في بعض الناس ما عم يقدروا يدخلوا الشركة عم تضل تعلق واستمر هالشيء مدة ثلاث أيام بعد ثلاث أيام طلعت شبكة أنانومس واعتزرت ماعتزرت من سوني اعتزرت من اللاعبين قالت نحن تفهمنا أنه الشيء اللي سويناه ضر اللاعبين ما ضر الشركة نفسها فنحن نعتذر ورح نسحب الهجوم ورجعت الشبكة وشتغلت بشكل طبيعي بعد أسبوع تم تعطيل شبكة بلاي ستيشن بالكامل بجميع العالم ما في أي حد قادر يدخل ويلعب أونلاين على جهاز البلاي ستيشن ظلت معطلة الشبكة مدة أسبوع بدون أي رد من سوني بعد أسبوع سوني طلعت وقالت أنه نحن عم نحقق بالموضوع ورح نحاول نشغل الشبكة بأسرع وقت مر أسبوعين ولسه الشبكة معطلة بشكل كامل طلعت سوني وأعلنت أنه فوق 77 مليون حساب على شبكة بلاي ستيشن تم سرقته إيميلات باسوردات عنوين وحتى معلومات البنك وهذه معلومات اللاعبين فسوني حذرت اللاعبين وقالت إذا أي واحد مستعمل نفس باسورد البلاي ستيشن على وسائل تواصل ثانية فيروح يبدله والكل يتواصل مع البنك حقه ويغير المعلومات لأنه 77 مليون حساب تم اختراقه بالكامل وبعد نص أسبوع من هالكلام يعني بعد أسبوعين ونص من تعطيل الشبكات طلعوا مدراء سوني باليابان انحنوا متل اعتذار للجميع وقالوا خلاص صلحنا الشبكة رح نعطي لجميع اللاعبين بالعالم لعبتين ببلاش وخدمة بلاي ستيشن بلس مدة شهر مجاني وخدمة سوني للموسيقى كمان مدة شهر مجاني لجميع اللاعبين كاعتذار لهالشي والشبكة خلاص اشتغلت بعد 24 ساعة من هالاعتذار هجوم ثاني على شبكة سوني تعطلت الشبكات مرة ثانية وطلعت سوني وقالت انه فوق 25 مليون حساب زيادة تم اختراقهم وانسرقت كل المعلومات اللي فيه وقتها سوني راحت وتوجهت للFBI بامريكا عشان يساعدوهم الى الان سوني ما بتعرف مين اللاعب يهكرهم بس لما دخلت الFBI لقت رسالة مشفرة مبعوثة لسوني مكتوب فيها طلعوا انانموس نفسهم هم اللاعب يكملوا الهجوم على السوني وبعد عشرة ايام خلاص رجعت اشتغلت الشبكة يعني مر شهر كامل وشبكة بلاي ستيشن مسكرة بالكامل ما فينه اي حد يلعب وانا نفسي انا ب 2011 كنت العب Call of Duty Black Ops 1 وعانيت من هالشي بشكل جدا كبير كان شهر اكتئاب وانا ما اقدر العب المهم سوني خسرت فوق 171 مليون دولار من وراء هجمات الهكر النانوموس عليهم وإلى الآن ما عرفوا يلقوا القبض على النانوموس حتى بمساعدة الFBI ما عرفوا مكانهم وين وكل هالشي صار لانه سوني قررت ترفع ضعوة قضائية على جيوهات بالبداية وأنانموس قررت تنتقم اله وتنتقم لجميع الهكر بالعالم او باسم جميع الهكرز بالعالم فايا يا شباب هالفيديو لليوم اتمنى اكون اعجبكم اتمنى من نهاية الفيديو لا تنسوا وتعطوا الفيديو زر اللايك والشراك في القناة وشاركوا هالفيديو مع اصحابكم اللي بتظنوا انه ممكن يهتموا بهالموضوع وشاركونا بالتعليقات شو اكتر حادثة هكر حسيتوها جدا قوية بالنسبة الي المركز الاول وبس كان معكم بشاركي اياه شاركي كيش وكم بديها التاني ان شاء الله مع السلام اشتركوا في القناة